طيب النهاردة اول تدريب جماعة لللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقية في الكودفوار والنهاردة في المران كل اللاعبين الدوليين اللي كانوا مع منتخبنا الوطني انتظموا في التدريبات الجامعية وكانت فيه راحة صلبية لكل اللاعبين في الفترة الاخيرة قدامكم هو على الشاشة شايفين رضا سليم عمر كمال عبدالواحد محمد عبدالمنعب محمد هاني امام عشور يعني كل الأعمالي الدولين هنقدر انتظموا فيه التدريبات الجامعية شايفين كمان محمود عبد المنع ام القهربة قدامنا كمان هو حسين الشحات الحمد لله يمكن ان نقدر نقول النهاردة اكتملت الصورة في تدريبات النادي الآلي الجامعية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة طيب كمان يمكن اخر الاخبار المتعلقة بين ضمام أليو ديانج اللاعب المالي نجم خط وسط النادي الآلي كابتن خالد بيبو النهاردة قال ان هيعود للقاهرة يوم الخميس بعد انتهاء مشواره مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم يعني ديان كان بيلعب مباراة يوم السبت خد أجازة حوالي 6 ايام وهيرجع للقاهرة يوم الخميس عشان ينتظم في التدريبات الجامعية يوم الجمعة بقرة على فكرة فيه أجازة مفيش تدريبات بقرة ولكن الدوليين بقرة موجودين في التدريبات الجامعية لانهما كانوا اخذين أجازة حوالي 6 ايام بعد عودة المنتخب من الكودي فوار بالمناسبة النهاردة يمكن كولر عمل اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق فقرات المران الجماعة قدامنا كمان هو ياسر رهيم للأسف يعني ما أخذش أي نسبة مشاركة في كأس الأمم لكن بإذن الله ياسر يكون في معنويات عالية جدا ويكون مع الناج الأهلي حاضر بإذن الله في لقاء شباب بولوزدات النهاردة ميشيل يانكون مدارب حراس المرمى كان بيقود التدريبات للحراس الرباعي مصطفى شبير حمز علاء محمود الزنفالي مصطفى مخلوف في فقرات بدنية قدامكم وهم كان الحراس إن شاء الله يكونوا بخير ومتواجدين إن شاء الله في مباراة الشباب بولوزداد في الجزائر نتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي في المرحلة اللي جاية بلها كانت في مباراة ودية مع اسموحة كانت نخالد بيبو مدير الكرة طلع أشهد بالتجربة الودية وقال إنها كانت مهمة جدا في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بولوزداد وقال إن الفريق خض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعد الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة اللي جاية واللي بدأت أصلا منذ معسكر الإمارات اللي تخللوا مباراتين وديتين الجميل في المعسكر والجميل في المباراة الودية أن أنتوني مودست تعلق في هذه اللقاءات وأحرز ثلاث أهداف وده معدل تهديفي مميز في المباراة الودية ثلاث أهداف في ثلاث مباراة نتمنى نشوف ده بشكل رسمي في المباراة الرسمية النهاردة محمد الشناوي على فكرة كان متواجد في المران عشان يبدأ يشوف مع الجهاز الطبي مراحل البرنامج التأهيلي وغالما بنسبة كبيرة الشناوي هيعمل تأهيل في الفترة اللي جاية تحديدا ممكن بنسبة كبيرة في قطر لأنه عايز يعني يقدر يخلص بسرعة مرحلة التأهيل عشان يتواجد مع النادي الأهل بإذن الله قبل شهر خمسة مهم جدا أن يعني محمد الشناوي يتواجد مع الفريق في الفترة اللي جاية وبالتأكيد يعني بيدعم كل زملائه خراس المر كان نهاردة كانت فيه قياسات بدنية وطبية على فكرة للعابين الدوليين بعد فترة الراحة كان لازم تتعامل قياسات لكل اللعابين النهاردة الدوليين خاصة بعد فترة الراحة وعودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة وده كانت تصريحات مهمة بين الدكتور أحمد جاب الله طبيب فريق النادي الآن